جلسة الكابنت وإقرار القرار بإبقاء قوات إسرائيلية في محور فلادلفيا كيف تنظر إلى هذا القرار وإلى حقيقة الخلافات داخل الكابنت مساء الخير لك حسن لجمهور المشاهدين دعني أبدأ بالشق الثاني طبيعة الخلافات الموجودة داخل الكابنت الإسرائيلي أو داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية من جهة والمؤسسة السياسية من جهة أخرى دعني أقول بأن هناك نوعين من الخلافات النوع الأول يتمثل حقيقة برؤية عسكرية أمنية بأن البقاء في قطاع غزة بهذا الشكل وبهذه الوتيرة سيؤدي إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي مع مرور الوقت وربما يؤدي كذلك إلى فتح جبهات أخرى بشكل أعمق وأكثر تصعيدا مما يتسبب لإحراج إسرائيل بشكل كبير وتصدعات غير مسبوقة في دولة الاحتلال فيما الخلاف الثاني ينصب في البعد الأخلاقي تجاه الأسرى الموجودين لدى المقامة في قطاع غزة هناك تيار بقيادة غالنت يرى بضرورة أن يكون هناك صفقة سريعة من أجل استعادة الأسرى الموجودين في قطاع غزة هذا الخلاف ينبع من ضمير أخلاقي كما يقال في الداخل الإسرائيلي ورغبة بضرورة استعادة الأسرى الموجودين هناك وحول الشق الأول من السؤال الرغبة الإسرائيلية بالبقاء في محور فيلادلفيا أنا برأيي بأنه إسرائيل حقيقة وإن كانت تتبنى الآن رؤية أيدولوجية يمينية متطرفة وصهيونية دينية وقومية هذه الخلطة الغريبة الموجودة الآن في الساحة السياسية الإسرائيلية لكن دعني أقول هناك حقيقة عقم استراتيجي في التفكير الإسرائيلي بمعنى إلى الآن بنيمين نتنياهو يريد البقاء لكن ماذا بعد البقاء لا يوجد أي إجابة حقيقية موجودة على الطاولة لكن رغبة بنيمين نتنياهو البقاء في هذه المرحلة يريد أن يحقق منها عدة أهداف الهدف الأول نقل المفاوضات من القضايا الكبيرة إلى القضايا الجزئية التفصيلية بمعنى اليوم يدور الحديث في كل المفاوضات عن من كم متر ستنسحب إسرائيل وأين ستبقى إسرائيل في محور فيلادلفيا مع إدارة الظهر لبقية الملفات العالقة التي من وجهة نظري هي أهم بالنسبة للفلسطينيين وبالنسبة للغزيين تحديدا في ظل هذا الضغط الكبير الأمر الثاني محاولة بنيمين نتنياهو سحب المفاوضات أطول فترة ممكنة من الزمن لأن ذلك يخدم أجندته باستمرار هذه المعركة واستمرار هذه الحرب أطول فترة ممكنة وبذلك هو يتقاطع من الولايات المتحدة الأمريكية لكن الأهم من ذلك باعتقادي وهو العنوان العريض الذي يجب أن ننتبه له أن هناك رغبة إسرائيلية حقيقية الآن بحسم الصراع مع الفلسطينيين وحسم الصراع يكون بالقضاء من وجهة نظرهم على كل المظاهر المسلحة وبالقضاء على الأبعاد السياسية الموجودة لدى الفلسطينيين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ككل هم يريدون قضية فلسطينية إنسانية اقتصادية تتعاطى معها إسرائيل بأريحية من خلال بعض المنح وبعض الهبات وبعض التخفيفات هنا وهناك لكن بعد سياسي بعد مقاوم هذا لا يجب أن يكون موجود لأنه ذلك يعني بقاء القضية الفلسطينية حية أمام الأروقة الدولية وكذلك تأهيل أجيال جديدة قادرة على مواجهة هذا الاحتلال إسرائيل لا تريد ذلك بالمطلق تريد قضية إنسانية فلسطينية تعالج فقط بالهبات والمنح الاقتصادية ليتسنى لإسرائيل حسن الصراع من خلال السيطرة الكاملة على الأراضي وتوسيع بوتقة الاستيطان من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها وكذلك ربما هنا يجب أن ننتبه رغبة إسرائيلية بإعادة جزء من الاستيطان إلى قطاع غزة التلميح من قبل إتمار بنكفير وبيتسلايرس موتريش بالذهاب بهذا الاتجاه هو ليس عبثا وليس هراءا هناك من يفكر بالذهاب بهذا الاتجاه وبالتالي بن يمين نيتنياهو ضمن استراتيجيته في إطار حسم الصراع نعم إلى الآن ليس لديه رؤية واضحة إلى أين سيصل وكيف سيصل لكن بالمجمل هو لا يريد التراجع في هذه المرحلة نعم إذا انتقلنا إلى بيان قائد سرايا القدس والذي أشار إلى عملية تل أبيب وتوعد إسرائيل بمثيلاتها في المستقبل وأن المقاومة لن تخمد يعني كيف تنظر إلى هذا البيان وإلى الإشارات التي يحتويها يعني دعنا نأخذ ذلك في سياق تاريخي ولا أريد أن أعود كثيرا إلى الوراء في التاريخ يكفي أن نعود للعام 2000 عندما بدأت الانتفاضة الفلسطينية استمرت 4-5 سنوات بشكل قوي ثم خمدت الانتفاضة بفعل ما قامت به إسرائيل من إجراءات على الأرض وإعادة احتلال الضفة الغربية وهلما جرى من هذه الإجراءات المتتابعة والمتتالية ثم عادت الانتفاضة بشكل مختلف ما بعد العام 2014 على شكل هبات جماهرية وأعمال فردية ثم أعمال تنظيمية وما شبه من هذا القبيل أنا ما أريد قوله في هذا الصياط بأن إسرائيل في كل مرة تستخدم ذات السياسات ضد الفلسطينيين من القمع التنكيل الحصار تقطيع وصال الضفة الغربية الاعتقالات هدم البيوت العقاب الجماعي القتل الممنهج الاستطان الذي يزداد ويتوغل بحق الفلسطينيين بشكل كبير ضعاف السلطة الفلسطينية تحويل السلطة الفلسطينية من جسم سياسي إلى جسم إداري كل هذه الإجراءات تقوم به إسرائيل دائما من أجل القضاء على فكرة المقاومة الفلسطينية ثم نجد بأن الفلسطينيين يعودون بأشكال متجددة وجديدة من المقاومة الفلسطينية أولا تتغلب على إجراءات الاحتلال الموجودة على الأرض بشكل كامل ثانيا تشكل تحدي أكبر للاحتلال ثالثا يتبنىها شريحة أوسع من الفلسطينيين اليوم إسرائيل نفسها تقرد بأن الشريحة التي تتبنى المقاومة لدى الفلسطينيين في ارتفاع خاصة عند الأجيال الشابة الصغيرة بمعنى كلما نزلنا في الأجيال إلى الأدنى وجدنا بأن الشريحة التي تتبنى الفعل المقاومة كانت أكبر بكثير وبالتالي ما يقول هذا البيان يؤكد ما يذهب إليه الفلسطينيين عموما بأن الفلسطيني مهما حاولت إسرائيل حصاره وقمعه والتنكيل به مدام الاحتلال موجودا على الأرض ومدام إجراءات الاحتلال في تغطرس مستمر ضد الفلسطينيين النتيجة الحتمية والطبيعية هي ردة الفعل الفلسطينية التي نراها ما بين الفين والأخرى في ظل تطور كبير وفي ظل حقيقة تشكيل تحدي للاحتلال نعم لا يوجد بنى عسكرية بالمفهوم الثقيل الذي يحتاج إلى جيوش مثل ما تفعل إسرائيل الآن من خلال ما تقوم به بشمالية الضفة الغربية لكن وجود الفكرة وجود السلاح الخفيف وجود الإرادة الفلسطينية في ظل هذا التشابك الكبير ما بين الضفة الغربية والداخل المحتل والمستوطنين يجعل من قدرة الفلسطيني على مواجهة هذا الاحتلال والإيقاع به وتنفيذ عمليات مؤثرة باعتقادي هو سيد الموقف وبالتالي ما يهدد به مختلف الفصائل الفلسطينية وتحديدا ما جاء في بيان صيرايا القدس يؤكد من خلال الحقيقة الثابتة على الأرض بأن الفلسطيني يطور من حالة المواجهة بشكل مستمر بعد انسحاب قوات الاحتلال من تول كرم ونور شمس والعمليات في جنين أيضا ماذا تتوقع في الساعات المقبلة وما الذي تريده إسرائيل من الضفة الغربية؟ أنا باعتقاد إسرائيل تستخدم سياسة التخدير ضد الفلسطينيين أنا أريد أن أضرب مثالا للمسجد الأقصى ثم أعود للحديث عن شمالية الضفة الغربية عام 2000 لم يكن هناك اكتحامات بالمطلق للمسجد الأقصى كان الاكتحام عبارة عن الوقوف على بعد 30 متر ثم 9 أمطار من باب المسجد الأقصى اليوم الاكتحامات وصلت إلى 51 ألف وأنا أحدثك الآن ستصل مع نهاية العام إلى 70 ألف مقتحم عام 2004 كان عدد المقتحمين 3000 تستخدم سياسة التخدير بمعنى شيئا فشيئا رويدا رويدا ثم بعد الاكتحامات بدأت الصلوات وبدأت الطقوس وبني المذبح وهناك تهديد بما بعد التقسيم الزماني يعني التقسيم الزماني حدث أن يكون هناك تقسيم مكاني في الضفة الغربية كذلك إسرائيل تتعامل بهذه السياسة بمعنى جاءت في ظل تهويل وتخويف كبير بأنها ستقوم بتهجير الفلسطينيين من بعض المخيمات شمالية الضفة الغربية الكل بدأ يتحدث عن هذه القضية تناسى القضايا الأخرى المهمة وهي التجريف هدم المباني هدم البناء التحتية القتل الاعتقال التنكيل بالفلسطينيين وفصل المدن عن القرى وما قامت به بالعبث بكل المكونات شمالية الضفة الغربية الآن ماذا الحديث؟ الحديث على أن التهجير لم يحدث طيب الحديث عما ما هو دون التهجير حقيقة أصبح ثانوي إسرائيل تستخدم هذه السياسة تريد أن تخدر المجتمع الفلسطيني والمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي باتجاه قبول ما ستقوم به إسرائيل في المستقبل وهذه سياسة دارجة بالمناسبة أنا أريد أن أذكر المشاهد عندما كانت تقوم إسرائيل ببعض الإجراءات في الضفة الغربية يتصدر الاتحاد الأوروب بسلسلة الإيدانات وبعض العقوبات الوهمية ضد إسرائيل كذلك الولايات المتحدة الأمريكية ثم تمر السياسة الإسرائيلية وما تقوم به إسرائيل على الأرض شرعنت الكثير من المستوطنات مؤخرا تسيطر الآن من خلال سلسلة من الاستيطان من شمالي الضفة الغربية إلى جنوبها بشكل مهول يتمدد هذا الاستيطان بشكل يومي دون وجود أي ردود فعل حقيقية اليوم الحديث فقط عن العملية العسكرية ما دون العملية العسكرية لا أحد يتحدث عن ذلك الأمر الآخر إسرائيل تحديدا ضد المخيمات الفلسطينية تريد أن تصل إلى نقطة مهمة ألا وهي القضاء على وجود المخيمات لسببين برأي السبب الأول أن غالبية العمل المقاوم بات يخرج من هذه المخيمات وبالتالي هذه المخيمات أكثر من يفرخ المقاومين في الآونة الأخيرة والسبب الثاني أن وجود المخيم كمخيم بالنسبة لإسرائيل هو علامة على النكبة الفلسطينية وعلامة على اللجوء وعلامة على ضرورة العودة الفلسطيني إلى دياره وبالتالي أهداف إسرائيل إضافة إلى حسم الصراع ويعادة الاستيطان بوتيرة أعلى شمالية الضفة الغربية وحسم الصراع عسكريا ضد الفلسطينيين هناك أبعاد أبعد من ذلك ألا وهي القضاء على كل أبعاد القضية الفلسطينية بالمجمل نعم ماذا عن مفاوضات الدوحة بعد الحديث عن عودة عدد من أعضاء الوفد الإسرائيلي المشارك فيها وبقاء الوضع الآخر ماذا ينتظر من هذه المفاوضات وماذا تتوقع منها أنا أتوقع أن تستمر المفاوضات في حلقة مفرغة بمعنى منذ أن بدأت هذه المفاوضات كان هناك حديث على أنها لن تصل إلى نهاية إيجابية ولن نصل إلى حقيقة وجود صفقة ووجود اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لكن هناك طرفين رئيسيين يريدان استمرار هذه المفاوضات لعل وعسى أن يكون هناك اختراقة باتجاه اليمين أو اتجاه اليسار وليات المتحدة الأمريكية وبين يمين نيتنياو يرغبان بأن تستمر هذه المفاوضات أطول فترة ممكن لذلك لاحظ الوفود التي تأتي وتذهب جزء منها وفود للتفاوض جزء منها وفود للتشاور وجزء منها وفود تقنية لترتيبات معينة فيما يتعلق بالاتفاق طبعا الاتفاق أصلا لم يحصل لماذا هذه الوفود التقنية الموجودة هي فقط لسحب الوقت أطول فترة ممكنة وبالتالي ما يحدث في الدوحة اليوم برأيي هو ضمن هذه السلسلة بمعنى الإبقاء على حالة التفاوض موجودة من أجل تبريد الإقليم منع وجود تصعيد إقليمي أكبر أو حرب إقليمية تتخوف منها الولايات المتحدة الأمريكية لا تريدها إيران لا يريدها حزب لا لا تريدها إسرائيل بشكل أقل أو بشكل أكثر لا يريدها كذلك الغرب والاتحاد الأوروبي الأمر الثاني محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية لإحداث اختراقة فيما يتعلق بالاتفاق في قطاع غزة نعم الولايات المتحدة الأمريكية قد تبدي رغبة بأنها تريد وقف هذه الحرب لكن على الأرض إلى الآن لم تتخذ إجراءات كافية ضد إسرائيل من أجل إلزامها الذهاب بهذا الاتجاه وهذا يدفعنا دائما للتشكيك بنوايا الولايات المتحدة وللقول بأن الولايات المتحدة التي تدعم وتمول إسرائيل إلى هذه الحدود الكبيرة بالتأكيد هي معنية أن تسير وفق الرغبة الإسرائيلية لكن ضغط الانتخابات الأمريكية يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاولة على الأقل ضبط إيقاع المواجهة في المنطقة كل وأن تسير في صياق منضبط دون وجود تصعيد أكبر قد يؤدي إلى التشويش على الديمقراطيين تحديدا في هذه الانتخابات التي ستكون في مطلع نوفمبر المقبل ترجمة نانسي قنقر